اشتركوا في القناة اضافة الى مسجدات الاوضاع في المنطقة وتطورات الاحداث على الصعيدين الاقليمي والدولي كما نقل الى جلالته تحيات وتقدير اخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة فيما كلفه حفظه الله بنقل تحياته الى فخامة الرئيس المصري واصدق تمنياته للشعب مصر العزيز بكل التطور والازدهار واكل جلالة الملك المفرد خلال اللقاء على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية واعتزازه بما واصلت اليه هذه العلاقات المتميزة من متانة ورسوخ بفضل حرص قيادتين البلدين على الدفع بها الى افاق ارحب ومستوى اكثر تميزا من التعاون والتنسيق المشترك وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين منوها جلالته بمثل هذه الزيارات الاخوية التي تشكل دعما لمسيرة التعاون والتشاور والتنسيق الاخوية على كافة المستويات لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب تضافرا للجهود لمواجهة الاخطار والتحديات الراهنة كما اعرب العاهلة المفدى عن تقديره واعتزازه بمواقف مصر الداعم والمساندة على الدوام لمملكة البحرين وشعبها مشيدا بدوره المحوري لمصر الشقيقة فالدفاع للقضايا الامتين العربية والاسلامية ومصالحها وحماية الامن القومي العربي مؤكدا ان مصر القوية هي سند وقوة لكل العرب من جانبه عرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما يبديه جلالته دائما من حرص واهتمام على تطوير علاقات البلدين الشقيقين مثنيا على المواقف العربية الاصيلة لمملكة البحرين تجاه مصر وشعبها ودورها المشرف في دعم مسيرة العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة